أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من لقاء خاص لقاء اليوم سيكون مع دكتور متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء أهلا بك دكتور أهلا بك دكتور دعنا نبدأ من الأحداث الأخيرة في صنعاء ما هو الموقف الحكومي من ما يجري في العاصمة صنعاء من مناوشات من صراع قد يسميه البعض بين طرفي الإنقلاب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم أولا على هذه الاستطلاف الحقيقة أن ما يدور في صنعاء يؤكد شيئين الشيء الأول أن هذه الفكرة التي سيطرت على صنعاء منذ ثلاث سنوات تقريبا سيطرة كاملة أمنية وعسكرية هي فكرة مفجرة لا يتوافق وطني يمني مفجرة للمشروع الوطني اليمني غير متعايشة معها حتى الآخر الذي قد يتفق أو يتحالف معها في لحظة من الزمن وهذه الفكرة هي فكرة الإمامة والوراثة التي جسدها عبد الملك الحوثي في خطاباتها المتعددة حول الإصطفاء وحول قضية حكم السلالة وجسدها من قبل ذلك علي عبد الله صالح عندما حكم ثلاث ثلاثين عاما وأراد بعد هذه البترة الطويلة أن يورث الحكمة لإبناء هي فكرة الإمامة سواء جاءت بشكل جمهوري أو بشكل إمامي هذه مهمة جدا أن يفكر فيها المفكرون يبحثها السياسيون اليمنيون المثقفون اليمنيون يناقشونها من هذا المنطلق إن هذه فكرة مفجرة لأي توافق وطني وهي الدودة والسوسة التي تنخر في المشروع الوطني اليمني الجامع سواء كانت في صورة جمهورية أو في صورة الإمام والإمامة التي كانت في هذه الصورة مجسدة على مدى ألف عام وأكثر ثار ضدها اليمنيون عدة مرات وآخرها ما كان في القرن الماضي في ثمانية واربعين في ستة وخمسين في أذنين وستين وجاءت الجمهورية ثم لما أراد صالح أن يجذر هذه الفكرة ويجسدها بشكلها الجمهوري ثار الشعب اليمني عليها واليوم الذي يحصل في صنعة يؤكد أن هذه الفكرة هي غير متعايشة مع محيطها ولذلك يجب إجتثاثها من جدورها هذه فكرة الإمامة الشيء الثاني يؤكد ما يجري في صنعة أن المشروع الوطني الذي تحمله الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد الربو مصور هادي وحكومته والجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تصطف عريض ضد الإنقلاب الحوثي صالح الذي جرى على الشرعية في صنعة هذا الصف الشرعي كان متماسكاً كان واضحاً في مشروع الوطني وهذا الوضوح وليس القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو سمها ما شئت هي التي صمدت بقوة وضوح المشروع الوطني للحكومة الشرعية هو الذي صمد بحيث أن التصدع بدأ في هذا التحالف الإنقلابي في صنعة لكن الآن في سياق الوضع الحالي هناك من يتحدث على أن ما يجري على الأرض في صنعاء هو شأن إنقلابي صرف يجب أن يكون متابع من قبل الحكومة الشرعية الحكومة هل تريد أن ينتصر أحد الأطراف على الآخر حتى تكون قادرة على مواجهة هذا الطرف بمفرده أم ماذا؟ هو جانب إنقلابي الصرف من حيث نظرة إلى الصراع الصراع بين طرفين إنقلابي لكن بالتأكيد هذا الصراع في صنعاء تقع له تبعات كبيرة على المواطنين في صنعاء على المؤسسات في صنعاء على صنعاء كعاصمة يمنية تاريخية ولذلك المواطنون في صنعاء والمؤسسات والمصالح كل البشر في صنعاء هم في الأخير مواطنون يمنيون والحكومة الشرعية هي مسؤولة على يمن كله سواء كان المواطنون الذين تحت حكومة الإنقلاب أو الذين في المحافظات محررة من ناحية إخلاقية والسياسية الحكومة الشرعية ستبدل كل الجهد حتى لا يمس أي مواطن من المواطنين في الجمهور اليمينية أي ضرر من هذا الصراع الذي يحتدم اليوم بين طرفين الإنقلاب والحكومة الشرعية أيضا تمد يدها دائما منذ أن بدأت الحرب ومن قبل ذلك من خلال الحوار الوطني إلى قضية السلام الشامل في اليمن المبنية على المرجعيات الدولية والوثائق الوطنية الثلاث مادرة خليجية مخريات الحوار الوطني قرارة مجلسة من ذات الصلة هذه المرجعيات ولذلك العمل دائما هو لكسر الإنقلاب الذي أوقف العملية السياسية التي ستصل إلى مراحل متقدمة في بناء اليمن المستقبل إن شاء الله وفقا لهذه المرجعيات الثلاثة ولذلك المشروع الوطني هو ما تحمله الحكومة الشرعية من التزامات بهذه المرجعيات الثلاث وبالمشروع الوطني في بناء يمن التحادي جمهوري يستظل في ظله كل المواطنين بالمواطنة المستاوية والشراكة في السلطة هذه القيم الأساسية التي تنادي بها الحكومة الشرعية وتحملها في سياق هذه القيم في سياق هذه القيم التي تتحدث عنها في سياق المرجعيات الثلاث مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المبادرة الخليجية وكذلك القرارات الدولية ذات الصلة أين التقى ذلك مع ما يحدث في صنعاء مع خروج أو مواجهة المخلوع الصالح لميليشيات الحوثي بشكل أو بآخر لماذا كان هذا التأييد إن صح التعبير لما يقوم به المخلوع الصالح على حساب ميليشيات الحوثي الحكومة هي لا تؤيد صالح أو الحوثي ضد بعضهم وبعض كطرف سياسي وإنما الحكومة هي تعمل سواء كان سياسيا أو صاديا أو حتى عسكريا على أسقاط الإنقلاب وأي مهمة وأي خطوة ستقرب اليمنيون جميعا من في صنعه ومن خارج صنعه إلى دحر الإنقلاب بكل تأكيد إن الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي والمجتمع الدولي هو هذا الهدف الأساسي لعاصفة الحزم والهدف الأساسي للحكومة الشرعية التي تجند الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهذا الغرض وهو كسر الإنقلاب الذي اعترض العملية السياسية في صنعه وعندما نقول هذا كلام يعني ذلك إننا نعمل على إزاحة هذا الإنقلاب من طريق العملية السياسية في اليمن والعملية السياسية في اليمن هي بكل تأكيد ستشمل كل المواطني في اليمن وحضور لكل المواطني يمني وتمثيل لكل الفعاليات وكل الحساسيات في اليمن بكل تأكيد لكن قضية الأساسية الآن التي نعمل من أجلها في الحكومة الشرعية وفي التحالف العربي وكل الشعب اليمني المؤمن بالمجرع الوطني هو كسر الإنقلاب وكل خطوة تقربنا إلى كسر الإنقلاب باستأكيد نحن معها لكن عندما نتحدث في سياق التوقيت وذلالات التوقيت في خضم وضع إقليمي صعب في خضم تجاذبات حتى على مستوى عالمي ما يجري في اليمن كثيرون لا يخرجونه من هذا المربع بل قد يقولون إن ما يجري أو ما تتخذ الحكومة الشرعية قد يكون بشكل أو بآخر ودعني أكون هنا صريحا معك مفروضا عليها هل كان ذلك؟ هل جاء هذا الموقف في هذا السياق؟ نحن لا ننظر من قضية حدية للحكومة الشرعية وقضية مفروضة عليها أو مفروضة عليها بإرادتها وغير براتها ولكن ننظر لكل خطوة تتخذ الحكومة الشرعية هل هي تقربنا من تجدير المشروع الوطني في اليمن؟ هل تقربنا من كسر الإنقلاب الحوثي صالح في صنعاء؟ هل هي تقربنا من قضية تنفيذ مخريات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والالتزام بقرارات مجلس الأمن؟ هل هي المبادئ الأساسية التي تعلن الحكومة؟ أعتقد أنه كل ما يتخذ من قرارات من مواقف تتخذها للحكومة الشرعية على مستوى الدبلوماسي الدولي على مستوى المحلي على مستوى الأقليمي على مستوى الصراع الدائر في الحرب في اليمن هو في هذا السياق كل الخطوات يجب أن تكون في هذا السياق وهي في هذا السياق بغض النظر أتت من الحكومة الشرعية أو دعماً من حلفاءنا في المقبل كما يقال أن الشيطان يكم في التفاصيل أحياناً هذه التفاصيل تؤثر في المدى الاستراتيجي بالنسبة لليمنيين أي تفاصيل؟ ما فيش تفاصيل؟ تفاصيل من كان صاحب الموقف الأساسي في ذلك هل كانت الحكومة بمثابة الفاعل أم صاحبة ردة الفاعل؟ هذه القضية فيها أحياناً فيها تغافل أو فيها شيء من ما أقول التناقض ولكن أقول التناقض مع طبيعة الأموم طبيعة الأمور أن هناك حكومة شرعية يمنية مدعومة من التحالف العربي ومن الجامعة العربية ومعترف بها دولياً تقوم على مشروع وطني يمني متوافق عليه كل اليمنيين جميل ومعها في ذلك قطاع كبير لما نقول كل اليمنيين الآن كل بعض اليمنيين الآن يحاربون هذه الحكومة قطاع كبير من اليمنيين في هذا السياق لتثبيت هذا المشروع الوطني ولذلك هذه الحكومة الشرعية لا يجب أن نسألها بإرادة من التخطي هذا القرار وإنما يجب أن نسألها هل هذا القرار يتوافق مع المشروع الوطني الذي يصطف الشعب اليمني يميع خلفه؟ فقط هذا هو محور عملية لأن الحكومة الشرعية ليست قضية مهمتها أن تستطر بيان في هذه اللحظة جميل وإنما مهمتها أكبر مهمتها على كل قطاعات قطاعات الإعلامية قطاعات الاقتصادية الخدمية في المحافظات المحررة قطاعات الدبلوماسية على مستوى القليمي والدولي هذه مهمة كبيرة جدا مهمة وطنية تطلع بها الحكومة الشرعية التي تناهض الإنقلاب وهذه كلها الجهود التي تقوم على كل المسارات وكل المحاور هي في الأخير تصب مع هدف واحد وهو كسر الإنقلاب الذي يعتبر صخرة أمام العملية السياسية السلمية في اليمن طيب لكن السؤال الذي يكمن هنا ونحن نتحدث عن الحكومة الشرعية والشرعية عموما هو سؤال هذه الشرعية من أين تستمد الحكومة الشرعية والرئاسة شرعيتها هل من التأييد الداخلي لها أم من الإجماع الإقليمي والدولي لها وأي الفاعلين هو الأكبر الحكومة الشرعية تستمد شرعيتها بالأساس من الشعب اليمني الذي خرج في طوابير طويلة وتظاهرها ديمقراطية معروفة لانتخاب الرئيس التوافقي توافق عليه كل يمنين وهو الرئيس عبد الربا منصور هادي نعم هذه شرعية أولا الشرعية الثانية للحكومة الشرعية إنها تحافظ على المشروع الوطني الذي رسمه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني الوثيقة الوطنية للجامعة اليمنين هذه شرعية ثانية الشرعية الثالثة للحكومة الشرعية إنها اتخذت كل الإجراءات محليا وأقليميا ودوليا التي تعزز من مشروع الوطني بما فيها استدعاء التحالف العربي في عاصفة الحزم للتدخل لإرغام الإنقلابيين على التراجع عن إنقلابهم حتى تصير عملية سياسية في المسار الصحيح الذي يريدها اليمنيون هذه ثلاثة شرعيات بالإضافة إلى شرعية أخرى نحن نضيفها وإن كانت ليست هي أولوية لحكومة حرب كما نخوضها في اليمن وإنما هي قضية الخدمات التي في المحافظات المحررة التي الآن تطلع بها الحكومة الشرعية على قلة الإرادات على قلة الموارد على المآسي والمآشاكل الأمنية التي تعليها ولكنها واجب وطني وأخلاقي وإنساني يجب أن تقوم به الحكومة الشرعية ومع بذلك التحارف العربي طيب بما نحن نتحدثنا على أن الشعب هو أساس هذه الشرعية الشعب في المحافظات المحررة يريد الحكومة الشرعية وعلى الأقل هذا ما يفترض أن يكون يريد منها خدمات يريد منها تواجد أيضا على الأرض في سياق الحديث عن مسألة الإرادة وأن أتحدث عن الإرادة لأنه كما قلت الشيطان يكمل في التفاصيل هناك من يقول على أن هناك كثير من التفاصيل التي تمنع فعل أكبر بالنسبة للحكومة الشرعية في المحافظات المحررة خصوصا دعنا نتحدث الآن عن عدن هل يحدث ذلك؟ المحافظات المحررة هي محافظات يمنية في الأخير لا يختلف عن يمنيتها إلا أنها صبحت تحت حكم الحكومة الشرعية الآن وتحرت من التغول الإنقلاب الحوثي صالح وما يجري في المحافظات الجنوبية هو جزء من المشكلة اليمنية بشكل عام من الإرث الذي تركه حكم صالح سابقا في عدم بناء جيش وطني لكل الوطني أمن وطني لكل يمنين اقتصاد وطني لكل يمنين كل شيء تكلم عنه في هذا الجانب إنها كانت بنية إدارية سواء كان في القطاع المدني أو العسكري هي تخدم الفرد ولا تخدم الدولة تخدم العصابة ولا تخدم اليمن كوطن لا تخدم الإنسان وإنما تخدم توريث حكم في عائلة معينة هذه البنية هي التي تتعامل معها الحكومة الشرعية اليوم بهذه الأدوات القاصرة جدا في ظل ظروف صعبة هذه إرث كبير جدا هو في المحافظات الشمالية وفي الجنوبية موجود هل تساعد دول التحرق؟ لكن نحن الآن في المحافظات الجنوبية نتعامل معه في ظل أيضا لا تزال أيضا عصابع الرئيس صالح تتحرك في كل مكان من ناحية تخريبية من ناحية الإرهاب من ناحية كل القضايا التي هو في حربها على اليمنيين يستخدم كل الوسائل صالح وحليف الحوثي كل الوسائل التخريبية يستخدمها طيب في عدن في المحافظات الجنوبية في عدن تحديدا إلى أي مدى وصلتم في تعزيز مؤسسات الدولة الموالية للمشروع الوطني لمشروع وثيقة مؤتمر الحوار الوطني في سياق تثبيت صورة الدولة اليمنية التي ينتظرها اليمنيون جميعا بكل تأكيد أن استمرار الحكومة اليمنية في عدن لفترة طويلة هذه الماضية واستقرارها في عدن كوزرة ووكلة ورئيس حكومة وقيادات عسكرية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وأيضا العمل الوطني الجبار الذي تقوم به الحكومة الشرعية في عدن وقليم عدن بشكل عام من خلال بناء الجيش الوطني وأهم ركنين في بناء الجيش الوطني هو قضية التسليح والتدريب وفي هذا الجانب تم إعادة معسكر العند التاريخي الذي له مكانة كبيرة في قلوب كل أفراد القوات المسلحة اليمنية كقلعة من قلاع القوات المسلحة اليمنية عادلها الاعتبار كمعسكر تدريبي يصنع الرجال في المستقبل وهذه مهمة كبيرة جدا في إطار أيضا دمج القوات المسلحة الوطنية في كتلة وطنية واحدة لمشروع الوطني الشيء الثاني بناء وإعادة بناء وتاهيل وتشغيل الكليل الحربية في صلاح الدين ومع هذه الشهيدة الثلايا لإعداد القوات المسلحة هنا مصنع رجال لإعداد رجال على أسس وطنية جامعة مدع المستقبلاتية بكل تأكيد هناك عمل في هذه المؤسسات يتم لكن لطبيعة هذه المؤسسات أكيد مش كل شيء بيعلن في هذه المؤسسات لكن المؤسسة الجيش يتم فيها بهذه الجيش يعني إذا كان هناك عمل سيظهر على الأرض سيظهر على مستوى تحديد الخلايا الإرهابية سيحصل على مستوى منع العمليات الإرهابية قبل حدوثها لكن ما يجري لا يعطي المؤشر أن هناك فعلا هذه المؤسسات بدأت تتواجد على هذه القطاعات الاستخباراتية والأمنية هي أكثر القطاعات التي ضربها نظام صالح وتوقع فيها أكثر من قضية الجيش الوطني لذلك نريد نعرفة إلى أين وصلت أيضا التاهيل والاختيار في هذا أيضا حساس جدا ولا هو إطاعتها أنا لست مختصة في جانب العسكري هي فكرة حتى يساعد هذا الشعب هذه الحكومة حتى يساعد الشعب هذه الحكومة ربما نحتاج أكثر لشفافية أكثر بكل تأكيد الشعب يرى في هذه الحركات ويرى في كيف الآن العمل الحكومة في هذا الجانب أنا نتكلم عن جانب العسكري لكن في الجانب المدني والخدمات مثلا في موضوع قطاع الكهرباء الآن في تحسن كبير في عدن كان مشكلة مشكلة كهرباء في موضوع الوقود في موضوع حتى على مستوى سفلت شوارع داخلية في عدن على مستوى إعادة تاهيل مكاتب الوزارات سابقا في عدن لتصير أيضا مقرات الحكومة والوزارات حاليا في عدن أيضا حضور الوزراء في وزاراتهم ومكاتبهم وعالية قضايا الناس بشكل أو بآخر هذه قضية مهمة جدا حضورها أيضا حركة الحكومة ورئيس الحكومة والحكومة والقيادات الأمنية والعسكرية في كل المحافظات المحررة على مدى الأشهر الماضية من عدن إلى المهرة إلى المخاء إلى تعز هذه القضايا أوجدت شيء من الإطمئنان على المشروع الوطني وأوجدت شيء من التوافق والتلاحم بين الشعب والحكومة الشرعية أوجدت شيء من التواصل والاستماع لماذا يريد الناس ما هي خطة الحكومة بدأ في شيء من تعزيز المشروع الوطني في أذهان الناس في ثقافة الناس في قضية في وجود صورة الحكومة وأدائها في المسار النضالي لليمنيين المسار النضالي الذي لا يكون مجير لشخص أو عصابة أو حزب أو سمها ما سيد وإنما تغيير كل النضال اليمني لمشروع وطني جامع اليمنيين بكل تأكيد هناك تعثرات هناك بصور هناك إخفاقات وهذا وارد لو كانت حتى الحكومة تشتغل حكومة تشتغل في وضع طبيعي هذا وارد الكسور فما بالك بالحكومة في ظل هذا الوضع أن تطرق دكتور لكن مستوى التطلعات من قبل المواطنين تجاه الحكومة هم لا يريدون منكم مشاريع عملاقة هم يريدون منكم الاحتياجات البسيطة على مستوى رواتب نحن نتحدث الآن بكل تأكيد ارتفاع سقف التطلعات لدي المواطنين هو مؤشر إيجابي على أن الناس ينتظرون من هذه الحكومة لكنهم الآن يطالبون برواتب وخدمات بسيطة هذه التطلعات مدام هذه التطلعات لم تموت ولم تخفض فهي تطلعات مشروعة ومؤشرة أقول لك إيجابي على أنهم لا يتطلعون إلا شيء يريدون فعلا ويشعرون أن الحكومة ستحقت هذا وهم الآن يحتاجون هذه الرواتب يحتاجون هذه الخدمات البسيطة في كل تأكيد موضوع الرواتب تحدي كبير موضوع الرواتب تحدي كبير تصرف بعد كم شهر رواتب شهر رواتب شهرين خاصة في القطاع العسكري القطاع المدني شبه منتظم في محافظات المحررة لكن هذه التحديات هذه التحديات لكن المواطنون في اليمن يرون أداء الحكومة مثلا في هذا القطاع قطاع المرتبات كيف بهم يستلمون شهر أو شهرين أو ثلاثة شهر أو عشر في ظل في ظل أن الحكومة الإنقلاب تأخذ كل الموارد ولا تصرف ريال لسنة كاملة على المرتبات في هذا القطاع الناس يقارنون الحكومة الشرعية يعني زي ما قلت لك عليها واجبات وإدزامات سياسية وأخلاقية أمام شعبها ولذلك هي تتعامل معهم من هذا المنطلق من المنطلق إنها حكومة اليمن وليست حكومة أشخاص أو حكومة فئة معينة أو حكومة إنقلاب لها هدف معين من الإنقلاب هي حكومة مشروع وطني والتعامل مع كلنا ولذلك الحكومة حتى لما جاءت جائحة الكليرة وغيرها أرسلت المساعدات وأرسلت المرتبات لبعض المستفيدات في حكومة الإنقلابية تعتبار هناك مسؤولية على كاملة تراب حتى أمام الهيئات الدولية أمام القضايا الإغاثة والمراضي هذه الحكومة تقوم أقولك تقوم بدور كبير جدا في ظل أيضا أن يجب أن نحاكمها يجب أن نحاسبها يجب أن تقومها في ظل الإمكانيات المتاحة أمامها من يساعد الحكومة في المحافظات المحررة دعني أحدد عدن الآن بداخل عدن من يساعد الحكومة أين السلطة المحلية بالنسبة كجهة مساعدة للحكومة إلى الآن بكل سأكيد السلطة المحلية موجودة في كل المحافظات المحررة لكن فاعلية السلطة المحلية كفاءة السلطة المحلية إمكانيات السلطة المحلية تقتل بمحافظة إلى محافظة أخرى وهذا شيء طبيعي جدا إشكالات للسلطة المحلية مثلا في عدن تختلف عنها في حضر الموت تختلف عنها في مارب كيف هي في عدن؟ في عدن؟ مع استقالة المحافظ اتهامات معينة في سياق الاستقالة المحافظ الصغير رفضت استقالته تم تكليف نائبة بقيم مهامة وهذا شيء طبيعي جدا حتى في البورة العارية جدا ما بارك في هذه التحديات الكبيرة هل أيضا من الطبيعي دكتور المعدر على إصراري على هذه النقطة ربما على وجود هذا الهجوم على الحكومة التي كانت يعني كان المحافظة المفلحة يخرج مع رئيس الوزراء في كثير من الفعاليات ونحن كنا نرى وكان هناك له خطابات قوية وكلام قوي وفي نهاية المطاف كانت هناك اتهامات بالفساد للحكومة لرئيس الحكومة تحديدا أقولك هذه الحكومة التي تقوم بمهامها الكبيرة في ظل وعادي تلقى ايضا اتهامات وانتقادات وايضا نقد بشكل أو بآخر حتى من أعضاف الحكومة من ناس ينتسبون للصف الوطني سواء كانوا محافظين أو وكلاء أو حتى وزراء ونواب وزراء وكلاء نسمع كثير من هذا حتى اتهامات فساد لأن الحكومة هذه الحكومة الشرعية في هذه الظروف ولكنها لم تعلن حالة الطوارئ ولم تعلن تكميم الأفواه أو أن كسر إرادة الشعب أو حتى المسؤول هذه القضية ما هي قضيتنا ولا هي في أجندة الحكومة أنها تهتم بهذه القضية الحكومة عندها مشروع وقل وواقع لكنها تحتاج للرد على ذلك تستفيد هناك ناس يسمعون هذا الكلام ويبنوا عليه الكثير من الآراء الحكومة تستفيد من كل صوت ناصح صادق في هذا الجانب وأي صوت قد يتجاوز في حدود يتجاوز في اتهامات ما على الحكومة لو تجاوزت أو سامحت في هذا الجانب ليس عيبا ليست هذه القضية لكن عليها أن ترد دكتور ليست قضيتنا أن نرد على كل من تحدث ليست قضية الحكومة إنهائية يعني هناك متحدثين يجب أن يكونوا على وسائل الإعلام يعني يعطوا الرأي العام المحلي أتحدث هناك ربما أداء جيد على المستوى التعامل الخارجي لكن محليا الحكومة غير ظاهرة هناك متحدثين على وسائل الإعلام هناك ناطق رسمي باسم الحكومة لكن يتحدث بما تراها الحكومة وليس ما يرى فلان أو فلان مفهوم لكن لا يتحدث كثيرا للمنصات المحلية نتحدث عن الرأي العام المحلي يتحدث على مثلا وسائل الإعلام خارجية قليل ما يظهر على وسائل الإعلام المحلي إذا كان هناك نوع من الانشغال أو الضرورة ممكن أن يكون له هناك مساعدون مثلا متحدثون أنا أعمل مستشار رئيس الوزراء ولا أذكر أني يوم أعتذرت عن أي وسيلة إعلامية تصلت فيه وغير من الزمنة فأعتقد أن هناك حضور وإن كان يكون الناس يبقون حضور أكبر في الإعلام لكن هناك حضور هناك حضور إعلامي سواء كان لوزران أو وزراء متحدثين ومستشارين سكرتارية صحفية للرئيس الوزراء ناطق رسميس الحكومة في موجود حضور وفي مناسبات حتى أيضا رئيس الوزراء له صفحة فعالة جدا جدا في هذا الجانب وتتحدث عن الحداث أولا بأول ولكن زي ما أقولك ما فيه يمكن أن الحكومة هي التي تحدث تحدث في ماذا تتكلم في ماذا تتكلم ما هي الذي يخدم المشروع الوطني ما الذي يضر المشروع الوطني ليست القضية أننا نجلس نرد على كل من تحدث ولكن القضية الأساسية هي أن نعزز المشروع الوطني في كل مناسبة سواء كنا في الإعلام سواء كنا في لقاءات سواء كنا نعزز المشروع الوطني وهذا أعتقد أنه يتقدم خطوات كبيرة جدا وهذه الضمانة الأساسية الذي نتحدثها عن ضمانة مستقبل اليمن هي قضية أن يتجذر المشروع الوطني في وعي المواطني اليمنيين وأن تظهر وتفتضح هذه المؤامرات الكبيرة التي تحاك من عسكر الإنقلاب ومن خلفهم إقليميا ونحن نعلمهم جميعا هذه القضية يجب أن تكون واضحة وتفتضح يوميا أمام الشعب وهذا هامل الأساسي حتى يتمسك الشعب بنضاله الواضح نحن المشروع الوطني كحق مكتسب للشعب اليمني نعم طيب دعنا نكمل هذا الحوار دكتور متعب لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير وشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص مع مستشار رئيس الوزراء دكتور متعب بازياد أهلا بك مجددا دكتور حياكم الله دكتور يعني في خياء يعني في أحد الأخبار الأخيرة تتحدث وزارة المالية لأنها تعكف على إعداد الموازنة التقديرية لعام 2018 كما أعلن هل يعني توصلت الحكومة إلى أرقام معينة في هذا السياق وكيفية تمويلها لهذه الموازنة طبعا الحديث في القضايا المالية والاقتصادية ذو شيون في اليابان وخاصة بالنسبة للحكومة الشرعية في ظل اختناقات كبيرة جدا في قضية الموارد في قضية أيضا العملة الصعبة بشكل أساسي في قضية الإلتزامات المتعاظمة يوميا على الحكومة الشرعية في قضية المرتبات في قضية المحروقات في قضية الخدمات ولذلك أعتقد أن قضية الحديث عن موازنة سنوية هي قضية تحدي كبير كيف ستشكل يعني كيف يمكن للحكومة أن تأخذ أو أن تبتكر حلولا في سياق الوضع الحالي والإمكانيات الحالية لتمويل هذه الموازنات وتمويل أعمالها دعني أقول لك موضوع إعداد الموازنة هو شيء أساسي ومحوري وهو شيء طبيعي جدا والحكومة تعمل على ذلك بقدر استطاعتها خلال السنة القادمة أن تكون فعلا العمل خلال الموازنة لأنه يتم ضبط كثير من الأمور فعلا وإسكات كثير من الألسون في هذه اليانا لو تم إشهار وإعلان موازنة معلنة للناس ويتم مراقباتها الشفافية مهمة ويتم مراقباتها من إجهزة المتاحة الجهاز المركزي المحاسبة وزارة المالية البنك المركزي أيوة لكن التحدي الكبير هو في الإرادات نتحدث سابقا عن 260 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا من حضر الموتى اليوم نتحدث عن 30 إلى 32 ألف يعني تصور هذا الفارق الكبير كيف إلا تموّل وهذا الانتاج الشحيح أيضا يذهب معظمه الآن لتأهيل الآبار النفط في مسيرة لزيارة الانتاج لدينا أيضا مورد جديد إن شاء الله يدخل قريبا وبذلت الحكومة فيه استثمارات كبيرة جدا في قضية إصلاح أنبوب النفط القديم الجديد يعني الذي يتم صيانة الآن لتصدير نفط شبوة حوالي 20 إلى 18 ألف 18 ألف إلى 20 ألف برميل يوميا إذا تم ترتيب تصديرها عبر ميناء النشيمة من خط الأنبوب الروسي القديم هذا مورد سيعززه من الموازنة القضية الأخرى هل ستستقل ماديا الحكومة في موازنة 2018 هل ستكون قادرة على أن تعتمد على نفسها فقط على الموارد المحلية في تغطية احتياجاتها الاقتصادية الموارد المحلية زي ما قلت لك أنها قليلة وشحيحة ونحن كل تأكيد محتاجين لعون الحلفاء والأشكاء في الخاصة في الخليج والتحالف العربي بشكل أساسي والمكتب عن دولي الذي أعلن عن مؤتمر لدعم اليمن لكن أريد نسبة دكتور أريد يعني رقما أعطيه للجمهور كم هي نسبة اعتماد الحكومة الشرعية على الموارد المحلية في تسيير أمور الموارد المحلية الآن اعتماد شبه كلي خاصة في القضايا الأساسية قضية المرتبات قضية الخدمات قضية التشغيل الحاصل ما عدا ما يتعلق مثلا بقضية التسليح والعون العسكري الكبير الذي يقدمه الحلفاء في قطاع الأمني والعسكري هذا موجود لكن في القطاعات الأخرى بشكل أساسي الاعتماد الرئيسي على ما يصدر من نفط حضر موت حاليا وهو شحيح ومن موارد موارد قليلة جدا أيضا يتم تحصيلها بشكل أو بآخر من منافذ البرية من مواني ولكنها شحيحة جدا ولم يتم أيضا ترتيبها الآن إلى الآن بشكل أساسي في السياق الصحيح من خلال البنك المركزي تعرف يعني فعالية البنك المركز سابقا والآن كيف ترتيب طيب حتى على المساود دبلوماسي دكتور بالنسبة لي نعم نعم حتى على المساود دبلوماسي الآن قطاعات كبيرة مثلا في الشكل الدبلوماسي أيضا من عدة أشهر الآن بنمر التبع 24 أو 5 أشهر القطاع المدني أيضا عدة أشهر القطاع العسكري أكثر متأخرات في هذا لكن القطاع الدبلوماسي وأيضا لا ننسى أيضا الاعتمادات المساعدات الرسوم ويعاشية الطلاب اليمنيين في الخارج نعم وهذا أمر مهم للمساق مبلغ كبير جدا وتم اعتماد الحكومة اعتماد هذا المبلغ بشكل أساسي حوالي 17 مليون حوالي 17 مليون دولار كل ثلاثة شهر من خلال مبلغ من خير من هذه الموارد طيب في سياق الآن عندما أقدم التحالف على قرار إغلاق الموانئ والمنافذ اليمنية إلى أي مدى ذلك أثر على المستوى الاقتصادي ولا أتحدث عن المستوى الإنساني لأن هذا ملف إذا فتحته سيكون يعني محط نقاش كبير لكن أتحدث الآن على المستوى الاقتصادي إلى أي مدى أثر هو طبعا كان إغلاق محدد لمهم معينه وانتهى هذا الإغلاق التنسيق مع الحكومة الشرعية كان موقف بكل تأكيد الحكومة الشرعية نحن ما نتحدث عن التحالف أولا حكومة الشرعية نتحدث عن غرفة عمليات مشتركة نحن مع التحالف العربي لأننا صبحنا شركاء في القرار العسكري شركاء في قضية الحصار بل أننا ننفذ قرارات بجلس الآمن لتحدث عن قضية عدم تهريب السلحة للجماعات الإرهابية والإنقلابية في صنعها هذه القضية تتم فيها التشارك مع الحكومة الشرعية والحكومة الشرعية حاضرة في كل القرارات التي تتخذ فيها هذا الشأن لكن لما نتحدث عن المقضوع هل هي حاضرة أم هي من تصدر القرار بشكل نهائي بكل تأكيد ما يجري الآن من عمليات خاصة متعلق بالعمليات العسكرية على المدى الاستراتيجي في اليمن بحرا وجوا وبرا الحكومة الشرعية ضمن غرفة عمليات المشتركة مع التحالف العربي أيضا هي مسؤولة عن تصرفات التحالف العربي بداخل الأراضي اليمنية نحن جزء من التحالف العربي نحن جزء أصيد في التحالف العربي والتحالف العربي لم يأتي لليمن إلا بدعوة من الحكومة الشرعية لتدخل لإنقاذ اليمن من الوقوع في براثن إيران والمشروع الفارسي في المنطقة وهذا شيء واضح جدا ونحن لا نعطي ولا يمكن أن نكفي الحلفة والإشقاء حقهم من الشكر والتقدير بما قدموه على مدى هذه السنوات الطويلة من الوقوف معنا واختلاط دماءهم بدماءنا وإيضا رفاق السلاح وعرقنا بعرقهم هذه قضية هذه قضية أساسية أنا أعرف ماذا تقول ماذا تقول هذه القضية أساسية أنا أريد أن أعرف هذه القضية أساسية يجب أن نرى المور من هذا المنظر أنهم حلفاء وشركاء في مصير وفي دم مشترك هذه القضية يعني أي حديث عن خلافات عن تباينات في مواقف سياسية أو تقديرات معين هذا موجود بين الحلفاء كما هو في أي تحالف لكن دوما السؤال على مدى تأثيري على القرار بداخل الأراضي اليمنية دكتور دعنا نتحدث عن نقطة أخرى البعد نريد أن نتحدث على رمزية الدولة اليمنية عن المواطنة عن القيم الجمهورية عن الدولة الاتحادية المنشودة هذا كله لا يمكن أن نتحدث عليه قبل أن نتطرق لما يحدث في تعز باعتبارها إحدى الحواضر اليمنية التي قدمت الكثير من الشهداء قدمت الكثير من التضحيات في هذا السياق بالنسبة طبعا مع بقية المحافظات اليمني هذا لا شك فيه لكن نتحدث عن تعز لأنها يبدو أنها الآن محطة محطة استنزاف بالنسبة للسكان هناك يبدو أن هناك الكثيرين يقولون حتى من يعني مسؤولين بداخل هذه المدينة والمحافظة يتحدثون عن إهمال حكومي باستثناء الزيارة الأخيرة التي حدثت لماذا حدثت؟ يعني أصبحت أنت الأشياء الإيجابية تعملها استثناء كأنها باستثناء لأنها جاءت بالفترة الأخيرة أنا أريد إذا كانت دكتور دعني أضح هذه النقطة السياغ العام للأمور أن هذه الزيارة جاءت في سياغ جميل معروف يعني دكتور لكن نحن نتحدث على أن الحكومة لا تقدم الكثير من المعلومات للرأي العام وذلك ما نريده نحن نريد أشياء إيجابية حتى نصلط عليه الضوء نحن في الأخير إعلام سنعكس ما هو على الواقع هذه النقطة الأساسية بالنسبة للتعز ما هو موقف الحكومة منها إلى الآن ليس الدعم بالنسبة لها على مستوى التطلعات كما يقول الناس هناك أنا لا أتحدث عن الناس على سبيل المثال والمعلومات التي يطلبها الأعلام الزيارة الوفد الحكومي إلى تعز مؤخرا أقول لك لما نتحدث عن تعز نتحدث عن جزء مهم جدا في اليمن وركزة أساسية من اليمن الاتحادي القادم صحيح ومخزون استراتيجي بشري ثقافي سميه ما تسميه في هذا الجانب كتلة في تشكيل اليمن القادم ومن هنا ممكن أن نفسر ما هو السر العداء والحماقات التي يرتكبها الانقلاب ضد أبناء تعز هذا هو التفسير أن تعز هي الكتلة الصلبة ضد مشروع الانقلاب ثقافيا وسياسيا وتاريخيا هذه مما جدا يجب أن نقل عليها الشيء الثاني الزيارة الأخيرة للحكومة ونائب رئيس الحكومة والوفد الحكومي ووقوثهم كثيرا في تعز وزيارتهم مرة في تعز كشفت عن شيئين الشيء الأول أن هناك تقبل كبير جدا من قبل أبناء تعز لثقافة الدولة وحضور الدولة وترحيب كبير جدا بالحكومة الشرعية كرمز من رمز الدولة المدنية الشيء الثاني كشفت هذه الزيارة عن عمل كبير جدا تقوم به الحكومة الشرعية داخل تعز خلال الفترة الماضية من خلال افتتاح بعض المشاريع التي قام به هذا الوفد من خلال معسكرات والتدريب وتخرج عدد كبير من الدفاع العسكرية في هذه المحافظة هناك عمل يجري في تعز ليس بالضرور أن الحكومة الشرعية تكون حاضرة كل يوم في تعز لظروف أمنية هنا كما نعرف ظروف الحصار لكن الحكومة الشرعية بادرت بكسر الحصار هذا من خلال هذه الزيارة وعطت انطباع كبير لأبناء المدينة أن الحكومة حاضرة معهم ولذلك جاءت أيضا قرارات رئيس جمهورية فيما بعد باعتبار لا بد من دفعات أساسية ورئيسية في هذا الجانب تعز تحملت كثير في المشروع الوطني تحملت كثير من مآسي وقفها في هذا المشروع الوطني تحملت كثير من استفافها إلى جانب الحكومة الشرعية تحملت كثير تعز في صدها للهجبات الحوثية وقفها صد المنيعا أمام تهور الحوثيين وانزياحهم في المحافظات الجنوبية ومحافظات الغربية تعز محور العملية السياسية في اليمن القادم لتاريخيتها ووجودها أيضا في ضواحي وتخوم عدن لها رمزية مهمة جدا وقضية تعز ولذلك أنا أقول أن تعز تأخذ مكانتها كما بقيت المحافظات تعز تأخذ أيضا نصيبها الوافر من اهتمام الحكومة الشرعية بشكل أو بآخر ليس بالضرورة يكون اهتمام الحكومة الشرعية بعدن كما هو في تعز أو تعز كما هو في حضرموت أو في حضرموت كما تشبوة لكل محافظة ظروفها لكل محافظة سياقاتها من ناحية الأمنية والعسكرية والبشرية وغيرها هذه القضية مهمة جدا ولكن زي ما قلت معظم الآن في كثير من أعضاء الحكومة الفاعلين سواء كانوا في الجيش أو في شرطة أو في الحكومة أو في الوكال الوزرات أو في غيرها من أبناء تعز وهم أيضا لا يمكن أن نصومهم إلا أنهم محبين تعز مع المشروع الوطني لأبناء تعز وضد المشروع الانقلابي هذا قضية مهمة جدا دعنا نتكلم في قضية موضوع تعز وموضوع بشكل عام اتحدث عنه موضوع مستقبل اليمن في قضية مخرجات الحوار الوطني ودولة الاتحادية هذه القضية هي المحورية الانقلاب لم يقم إلا على مخريات الحوار الوطني مخريات الحوار الوطني هذه التي تصيغ مستقبل اليمن في دولة اتحادية عنوانها الرئيسي الشراكة الحقيقية في السلطة وبرلمانات محلية وشرطة محلية في كل إقليم وفي كل ولاية أو محافظة هذا التوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة على مستوى القومي على مستوى الفيدرالي على مستوى الاتحادي في مقابل أيضا بسط السلطة محليا لكل أفرار الشعب بحيث أن السلطات المحلية تأخذ فعلا زمام مبادرة في عملية التنمية والاقتصار والاستثمار في مناطقها وتنمية ثرواتها هذا المشروع الذي فعلا استوعبه معظم أبناء اليمن من الطبقة المثقفة من الطبقة الآن المنخرطة في الجيش الوطني المنخرطة في المقاومة الشعبية لأن هذا حلم اليمنيين هذا الحلم الآن خرج عن طور أنه يموت أو يوأت بإنقلاب أو بصفقة أو بأي عملية والآن الشعب اليمني أصبح مطمئن جدا أن هذا المسار هو المسار الصحيح ولذلك كل المواقف التي تراها تتمحور الآن سواء كانت من قوة سياسية وطنية أو على مدد الحكومة الشرعية أو كل السياقات التي ممكن يتحدث فيها من يؤمنون بالمشروع الوطني ستأتي مصادمة لما يريده الإنقلاب بكل تأكيد وفي المفهوم العام أن الإنقلاب لم يكن إلا على هذه القيم ولذلك الشعب اليمني سيتمسك بهذا القيم إلى النهاية هذا المشروع الوطني الذي تحدث عنه في مخرجات الحوار الوطني هو مشروع لا نقول حتى إجماع كامل لكن مشروع فيه إجماع عليه بشكل أو آخر فيه توفق عليه بشكل هذا الإنقلاب على هذه القضية خير مقبول ولذلك نقول نحن حتى أي عملية سلام قادمة بعد كسر الإنقلاب بعد عودة عملية السلام لن تكون بالتنازل عن هذا المشروع الوطني الكبير الذي الآن وبحمد الله أصبح كل الإقليم يساندنا فيه كل المجتمع الدولي يساندنا في هذا المشروع قبل ذلك كانت هناك رؤى مختلفة حتى من الإقليم بخصوص الدولة الاتحادية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الإقليم في البداية بعد ثورة حداشة فبراير جاء بالمبادرة الخليجية المبادرة الخليجية قدمت كحل حالة لقضية الصراع في اليمن الذي نتج عن ثورة 11 فبراير في قضية عدم تنازل الرئيس السابق علي عبدالي صالح عن الحكم ويغاله في الدماء والقتل في الثوار هذه المبادرة الخليجية رسمت طريقا إجرائيا وليس موضوعيا المبادرة الخليجية لم تحدد ماذا يريد للمنين ولكن حددت مسار برضاء اليمني وتوفقهم مسار سياسي سلمي يؤدي إلى انتقال سياسي سلمي يرسمه اليمنيين ماذا يريد للمستقبل هذه المبادرة الخليجية رسمت الإجراءات التي سار على ضوها الحوار الوطني الحوار الوطني الذي كان يمنيا خالصا طبعا بحضور وإشراف ومتابعة وضمانات دولية لكن صاغوه اليمنيين في الخير 560 من المواطني اليمنيين من كل أطيافهم اجتمعوا في مواطن الحوار الوطني هذا الحوار الوطني أنتج رؤية سياسية هي التي تشكل المستقبل اليمني هذه الرؤية التي يتوصل إليها اليمنيين برعاية وحضور دولي أصبحت محل إجماع إقليمي ودولي وأصبحت أيضا ضمن قرارات بقس الأمن التي صدرت حتى على أن من يعرقل مخرجات الحوار الوطني ستفرض عليه عقوبات دولية وفرضت عقوبات دولية على بعض المعرقلين بالأسماء منهم عبد المك الحوثي وعبد الصالح كانت بهذه الوضوح أن اليمنيين متمسكين بهذه الوثيقة وهذه الوثيقة أصبحت بحل إجماع بحيث أن من يعرقلها أو يقف في طريقها مثل الإنقلابيين ستصدر ضده القرارات الدولية وغير صدرت كطرف معرقل للعملية السياسية السلمية في اليمن وبالتالي يصبح مهدد للأمن والسلام الدوليين طيب الآن في سياق الوضع العام في اليمن والرؤية الحكومة الشرعية التي نتحدث عنها بتطبيق مخرجات الحوار الوطني بعد إنهاء هذا الانقلاب هل هذه الرؤية تقول أنت الآن أنها محط توافق إقليمي أيضا لكن هناك من يرى على أن بشكل أو بآخر بعض الدول في الإقليم لا تتوافق المتحارفة مع اليمن لا تتوافق مع هذه الرؤية وهناك تحركات على الأقل تكتيكية على الأرض لا تشي بذلك مواقف الدول الأقليمية وخاصة الحلفاء في التحارف العربي واضحة جدا ومعلنة في الالتزام بأمن وإستقرار ووحدة اليمن هذه الثلاثة الثوابت التي صار في ظلها الحوار الوطني وثقة الحوار الوطني هذا شيء أساسي من خلال إعلانهم وإلتزامهم بهذا الكلام أيضا عاصفة الحزم من ليلة أنطلقت أعلنت أهداف رئيسية من بينها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن بينها هذه الأمور إذن الجانب الثاني هناك واقع يتشكل في اليمن الواقع يتشكل في اليمن هذا هناك مجلس انتقالية يتشكل في اليمن أيضا هذا الواقع السياسي هناك أحداث تجري في صناعة هناك من يحسب على أنه يعني من يصدر بحقه تصنيفات في قوايم الإرهاب وهو قد يعمل بشكل أو بآخر مع الحكومة الشرعية في تاعز وغيرها كيف يعني كيف يحدث كل ذلك أيضا هذا موجود وزي ما قلت لك هذه مخلفات كبيرة جدا سنورثها بشكل كبير ولكن بإصرار على البشرع وطني سنتخلص منها بكل تأكيد لكن أنا أريد لك أن تنظر في التشكل في الجانب الإيجابي أيضا هناك أيضا تشكل إقليمي وتمحور حول المصلحة الوطنية لكل إقليم هناك تشكل في إقليم سبا في حضرموت في تهامة في تعز في عدن في كل الأقاليم تقريبا هناك تمحور لأبناء كل إقليم في تقاطع حزبي وسياسي حول بصالح وطنية يعني الآن لا ترى في أقليم سبا أو في أقليم حضرموت وبقية الأقاليم لكن في هذه الأقاليمين تقريبا بشكل واضح وصارح أن هناك تشكل على الأرض الواقع أن الناس مع مخرجات الحوار الوطني سبا وحضرموت وفي سبيل تنفيذها بقية الأقاليم هذا بشكل واضح جدا لأنها أكثر الأقاليم هدوءا الآن بعد دحر الحوثي من تخوم مارب الآن وصول إلى القوات المسلحة والجيش الوطني إلى تخوم صنعام أصبح تشكل في مارب أنها أصبحت تشكل واضح جدا على نجاح هذه الفكرة الأقليمية في حضرموت بالمثل في شبوة في غيرها في عدن أصبحت عدن محور لأقليم يتشكل من المحافظات لمحور مطالبات في صلى الله هذا موجود هذا موجود المحور مطالبات الصلاة بمعاية قد تكون إقليمية موجود إنها هناك قطاعات لا ننسى إنها مخالفة ومعترضة على المسار هذا لكن هذه القطاعات هي معترضة على المسار السلمي أنا ويمكن تفاهم معها قطاعات تناضل تخرج في مليونيات تخرج في مليونيات تخرج تعليم مواقفها ترفع علامها تشترك أيضا مع الحكومة الشرعية والألوية الرئاسية أيضا في إطار سلمي هذا مقبول لا أنا أقول لك أي استخدام للعنف في فرض رأي السياسي موقف الحكومة الشرعية منه واضح وهو ليس موقف الحكومة الشرعية فقط وإنما موقف التحارف العربي أيضا معنا أن أي خروج عن الإطار السلمي باستخدام العنف من أي طرف كان لن أسمي من أي طرف كان خروج باستخدام السلاح لفرض رأي السياسي هو غير بقبول لماذا؟ لأنه أصلا لن يجدي ولن يصل المكان والشاهد على ذلك ما الذي ستفعله الحكومة بكلمات بسيطة أو قليلة دكتور ما الذي ستفعله حكومة إذا التحركات الغير السلمية المستقوية بالسلاح وربما بدول حتى في الأراضي اليمنية المحررة طبعا أقول لك لكل القوات المسلحة والأمن يجب وهذا المسار الطبيعي جدا أن تكون بيد الدولة والدولة في الفقه القانوني والدستوري والفلسفة الدولة هي الطرف والجهة الوحيدة التي تختص وتستحوذ على قضية استخدام القوة ما فيش حد طرف ثاني يستخدم القوة وليس له مشروعي في أي دولة وفي أي نظام هذا السياق الطبيعي الحرب التي حصلت في يمن فرضت زي ما قلت لك واقع وتشكيلات تشكيلات عسكرية وأمنية هنا هناك تقريبا في كل أقاليم مش في أقاليم حتى الجنوب فقط في كل الأقاليم فرضت تشكيلات مقاومة وتشكيلات بهذا الشكل هذه التشكيلات هي قامت لحاجة لمواجهة المشروع الحوثي التي اقتاعت كل المحافظات وهذه مشروعيتها مشروعيتها تنطلق من مواجهتها لإنقلاب الحوثي ليس لديها مشروعية ثانية مشروعيتها هي بدحر الإنقلاب وما دامت أنها في هذا الاتجاه لها مشروعية متى من حرفت أي قوة من أي جهة من أي شيء هي لن تكون إلا في الصورة محليا وقليميا لا تختلف تماما عن القاعدة عن الارهاب عن الحوثي عن الإنقلاب بكل تأكيد ولكن أقول لك تعامل الحكومة مع هذه النتوءات هنا وهناك لن يكون بكل تأكيد مثل تعاملنا الآن مع الإنقلاب الحوثي الصارخ الذي استخدم الإنقلاب على العدود هذه المطالب الآن في مطالب سلمية والحكومة أعلنت أنها بصدد إطلاق عملية سياسية بعد دحر الإنقلاب والاستماع لكل هذه الأسواق سواء كانت في تهامة سواء كانت في سباة في عدرم في حضرموت بكل تأكيد ولذلك نحن نأخذها في هذا السياق ولذلك موقف الرئيس الحكومة قبل يومين من خلال نزع فتير أزمة معينة احتراب معين سمي ما شئت يعني في عدن في هذا السياق في أن الحكومة الآن ليست بصدد أي عمل مهما كان يخرجها عن الإطار الأساسي في الدفاع عن المشروع الوطني في مواجهة الإنقلاب الإنقلاب الواضح الذي ألتهم الجميع أشكرك جزيل الشكر مستشار رئيس الوزراء دكتور متعب بازياد كنت معنا في حلقة اليوم من لقاء خاص وتواجدك معنا في قناة بلقيس شكرا لك شكرا جزينا الله سلام بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من لقاء خاص شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصاط في أماننا اشتركوا في القناة